السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف كنت طلاب سابع اليوم رح نتحدث عن الدرس الثالث في مادة التاريخ الذي يتناول عنوان الحضارة العمونية تعرفنا في الحصة السابقة عن الحضارة المؤابية كأحدى الحضارات التي أقيمت على أرض الأردن تعرفنا على الحضارة المؤابية من حيث المساحة التي شكلتها حدودها ما هي عاصمتها ما هي أهم الأثار لتركتها من هو أهم ملوك العاصمة أو الحضارة المؤابية كذلك اليوم رح نتعرف على ثاني حضارة أو من الحضارات التي أقيمت على أرض الأردن التي تسمى بالحضارة العمونية بدنا نعرف أين أقيمت هذه الحضارة وما هي مظاهر الحياة في هذه الحضارة وما هي أهم الأثار المتروكة للحضارة العمونية طبعا الحضارة العمونية هي حضارة أنشأها العمونيين في المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن شمالا ووادي الموجب جنوبا إذن أين كانت حضارة العمونيين أين أقيمت حضارة العمونيين في الأردن العمونيين أنشأوا مملكتهم من نهر الزرقاء شمالا إلى وادي الموجب جنوبا إذن هاي حدود المملكة العمونية طبعا ليش اختاروا هاي المنطقة بالتحديد السبب واحد طبعا يعود سبب استقراره لهذه المنطقة لوفرة المياه اثنين خصوبة التربة إضافة إلى وقوه على طريق التجاري المسمى بطريق الملوكي هاي الثلاث أسباب كانت هي الأسباب التي دفعت العمونيين إلى إنشاء مملكتهم من نهر الزرقاء شمالا حتى وادي الموجب جنوبا إذن عندنا سؤالين أين أنشأ العمونيين مملكتهم في الأردن نحكي أنشاء العمونيين مملكتهم من نهر الزرقاء شمالا حتى وادي الموجب جنوبا ما هي الأسباب التي دفعت العمونيين إلى الإقامة في المنطقة الواقعة من نهر الزرقاء شمالا إلى وادي الموجب جنوبا عندنا ثلاث أسباب أولها وفرة المياه ثانيها خصوبة الدربة ثالثها وقوعها على الطريق التجاري المسمى بالطريق الملوكي ما هو الطريق الملوكي؟ هون معطيناك تعريف الطريق الملوكي الطريق الملوكي هو الطريق الذي سلكته قديما القوافل التجارية القادمة من مصر والجزيرة العربية إلى بلاد الشرق مرورا من خليج العقبة على البحر الأحمر تجاه الشمال مرا ببره بربة عامون إلى دمشق طبعا ربة عامون هي عاصمة العمونيين ومن كلمة عامون أجد تسميتهم بالعمونيين وحكينا أن عمان قديما كان من أسمائها عامون ثم أعاد بناء الرومان ترميم هذا الطريق تحته مسمى طريق إتراجان هذا كله تعريف الطريق الملوكي بتحفظها مخدمة إذن عرفنا ما هي حدود مملكة عامون؟ أو ما هي حدود المملكة العامونية؟ لماذا اختاروا هذه الحدود بالتحديد لثلاث أسباب عرفناها؟ ما هو الطريق الملوكي؟ هاي موجود أمامك؟ لماذا سمي العامونيون بهذا الاسم؟ بسبب أن عاصمتهم تدعى أو تعرف بربة عامون من قام بترميم الطريق الملوكي اللي هم الرومان وسموه طريق إتراجان؟ طبعا إتراجان هو أحد ملوك الرومان هسا نيجي على الجزء الثاني وين كانوا بالتحديد؟ طبعا عرفنا حدودها اللي هي من نهر الزرقاء شمالا حتى وادي الموجة بجنوبا زي ما هو موجود أمامك هون بالخريطة هاي الخريطة بتوضح لك اللي هي حدود المملكة العامونية من هون لغاية هون هاي هي حدود المملكة العامونية طبعا بنا نتعرف كيف كانت طبيعة حياتهم في هاي الحدود طبعا أقام العامونيين عاصمة لهم تدعى باسم ربة عامون شو يعني ربة عامون؟ تعني دار الملك إذن ما هي عاصمة العامونيين؟ عاصمة العامونيين اللي هي ربة عامون ماذا تعني ربة عامون؟ ربة عامون اللي هي دار الملك طبعا اعرفنا شو الأسباب اللي قبل شوي حكينا عن الأسباب اللي دفعتهم إلى اختيار هاي المنطقة حتى يقوموا فيها طبعا كانت مركزهم أو كان مركز تجمعهم اللي هو في جبل القلعة في عمان طبعا لكثرة المياه أو لوفرة المياه فيها لخصوبة التربة مرورهم بالطريق التجاري اللي هو طريق الملوكي اللي سهل عليهم حركات التجارة حمايتهم للقوافل التجارية جعلهم عنصر رئيسي ومهم في عملية التجارة وفي التبادل التجاري بين المناطق المختلفة فتحكمهم أو وقوعهم على هذا الطريق جعلهم يتحكموا في القوافل التجارية هذا الإشي يحموها ويقوموا بعرض بضائعهم ومصنوعاتهم على القوافل المرة فيهم هذا الإشي جعلهم يحققوا استقرار اقتصادي كبير فهذا هو فضل وقوعهم على الطريق التجاري حققوا استقرار اقتصادي كبير هذا الاستقرار الاقتصادي ساهم في تطور مملكة عامون طبعا العامونيين ما كانوا فقط في الأردن كان لهم بعض مناطق أقاموا فيها في فلسطين إذن أقام العامونيين عاصمتهم تدعى بربة عامون إذن ما هي عاصمة العامونيين ربة عامون ماذا تعني ربة عامون؟ تعني دار الملك وين كانوا مقيمين؟ كانوا مقيمين في جبل القلعة الموجود حاليا في عمى تحكمهم في الطرق التجاري أو وقوعهم على الطريق التجاري الملوكي ساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مما أدى إلى تطور الدولة بشكل كبير وزيادة في قوتها ما هي الأثار الموجودة في عمان وتدل على العامونيين؟ عندنا آثار كثيرة بالدل على العامونيين منها رجم برج رجم الملفوه هذا البرج يقع في جبل عمان وهو من أهم المواقع التي تدل أو تعود لعهد العامونيين عندك كمان نقوش تركها العامونيين نقوش مختلفة على الحجارة والمعادن والفخار من أهم هذه النقوش التي هي قارورة تل سيران هذه قارورة تل سيران تعتبر من أهم النقوش التي تركت من عهد العامونيين استطعنا من خلالها أن نعرف أو نتعرف على ثلاث أحقام متتالية من ملوك العامونية تمام؟ طبعا كانت غانبية الكتابات المكشوفة محفورة على الأختام التي دون عليها أسماء الملوك وكبار رجال الدولة وديانة إذن ماذا دون على الأختام؟ دون عليها أسماء الملوك والألقاب وكبار الرجال والأختام طبعا أنا الأسئلة اللي بحكيها بتسجلها عندك على الكتاب إذن ماذا دون على الأختام؟ دون أسماء الملوك والألقاب وألقاب كبار ورجال الدولة ودياناتهم ما هو أهم نقش لمملكة عامون اللي هو قارورة تل سيران اعتبرت هي من أهم النقوش التي اكتشرناها عن المملكة العامونية نحكي شوي عن قارورة تل سيران هاي بحكي لك أنه قارورة تل سيران هي أطول نقش عاموني اكتشفه حتى الآن وهي قارورة برونزية عليها كتابات عامونية من ثماني أسطر تحمل أسماء ثلاثة أجيال من الملوك طبعا هاي القارورة عليها نقشات مكونة من ثمن أسطر الثمن أسطر هاي لما ترجموها استطاعوا أنهم يعرفوا عن ثلاث ملوك عن ثلاث أجيال من ملوك العامونيين شو بعض صفاتهم شو أهم الأعمال القاموا فيها شو الإنجازاتهم إلى آخر طبعا هاي القارورة أثناء بناء كلية الهندسة في الجامعة الأردنية اكتشفت وهي تعتبر من أهم النصوص العامونية ليش من أهم النصوص العامونية؟ لأنها زودتنا زي ما حكينا بمعلومات عن ثلاثة ملوك من العامونيين وأيضا عرفنا ما هو نظام الحكم عند كل واحد فيهم كان نظام الحكم السائد اللي هو ملكي وراثي طبعا هاي القارورة تعرض الآن في المتحف الوطني لأثار في جبل القلعة هل تعلم هاي كامل حفظ؟ لأنه يوجد فيها أكثر من سؤال أول سؤال تعريف قارورة التلسيران هي قارورة برونزية عليها كتابات عمونية من ثمانية أسطر تحمل أسماء ثلاثة أجيال من ملوك العمونية هذا تعريف قارورة التلسيران ميزة التلسيران ميزتها أنها أطول نقش عموني يكتشفها حتى الآن هي ميزة القارورة هذا تعريف القارورة تمام؟ أين اكتشفت القارورة؟ اكتشفت أثناء بناء كلية الهندسة في الجامعة الأردنية لماذا؟ هون لماذا؟ تعد من أهم النصوص العمانية علل لأنها زولتنا بأسماء ثلاثة من الملوك العمونيين ما هو نظام الحكم عند العمونيين؟ ملكي ويراثي أين تعرض هذه القارورة حاليا؟ في المتحف الوطني للأثار في الجبل القلعة هيك تقريباً عندنا سؤال سؤالين ثلاثة أربعة خمس أسئلة فقط على هل تعلم؟ يا ريد أنك تسجلها على كتابك تمام يا شباب؟ نكمل حديثنا عن المملكة العمونية لكن قبل هيك لما أجوا ترجموا النقش الموجود على قارورة تلسيران اعرفنا ما هي أسماء الثلاث ملوك أول اسم اللي هو عمي ناداب اللي هو ملك من ملوك العمونيين بعدها ابن هصيل أيل بعدها ابن عمي ناداب هذولا الثلاث ملوك اللي تحدثت عنهم قارورة تلسيران وعرفتنا عليهم ما هي إنجازاتهم وما هي أهم الأعمال التي قاموا في بنائها طبعا اهتم العمونيين بالحضائق ببناء الحضائق والجنائن والقنوات والخزائن طبعا كانوا يفرحوا ويبتهجوا لأيام عديدة وسنين عديدة داخل أو خلال فترة حياتهم من أهم مظاهر الحضارة أو الحضارة العمونية بنا نتعرف كيف كانت العاملية الزراعية أو الحياة الزراعية عندهم والحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية وما هي أهم العادات والتقاليد عندهم مظاهر الحياة اللي كانوا يمارسوها ضمن دولتهم أو ضمن مملكتهم بالنسبة للزراعة كانوا استفاد العمونيون من خصوبة التربة وتوافر المياه زي ما حكينا قبل أنه سبب إقامتهم من نهر الزرقاء شمالا حتى وادي الموجة جنوبا أنه توفر المياه وتوفر التربة الخصبة فاستفادوا من هذول العاملين بشكل كبير أنه صار عندهم منتوجات زراعية بكميات كبيرة هذا الاشي يساهم في بناء الآبار والأبراج والأبراج الحراسة للمزالة حتى يحموا المزارع من أي اعتداء سواء كان من البدو سواء من قطاع الطرق من اللصوص إلى أخرى هذا الاشي توفر التربة الخصبة وتوفر المياه وبناء الآبار والأبراج والأبراج الحراسة للمزارع هذا الاشي كله ساهم في زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتنوها من أشهر محاصيلهم اللي هم الزيتون والعنب والتين والقمح والشاي بالنسبة للحياة الصناعية اهتم العمونيون بصناعة الأدوات الفخارية بأشكالها البدائية بعدها صنع الخناجر ورؤوس السهام من البرونز وأدوات الزينة والأساول والخلاخل والخواتم من الحديد والبرونز لكن كانت أهم صناعاتهم اللي هي الصناعات الفخارية عشان هيك منلاقي أغلب النقوشات كانت على فخر نيجي على التجارة حكينا العمونيون كانوا على طريق تجاري مهم اللي هو الطريق الملوكي هذا الطريق بما أنهم مقعوا عليه وقلنا أنه هذا الطريق بيربط بين التجارة القادمة من مصر إلى بلاد الشام وقلهم على هذا الطريق جعلهم يتحكموا بالقوافل التجارية المارة خلالهم بين أنهم يعرضوا عليهم منتجاتهم الصناعية ومنتجاتهم الزراعية سهل عملية التبادل بينهم وبين البلدان الأخرى وانتشار منتجاتهم بين الدول بكل سهولة لأن القوافل اللي راح تيجي عندهم راح يأخذوا هاي المنتجات وينقلوها للقبائل أو الدول اللي حوليهم وقوحهم على الطريق التجاري أيضا ساهم في استقرار الدولة من ناحية أنه تحقق عنده الاستقرار الاقتصادي لما يتحقق الاقتصاد الاستقراري تطور الدولة في كافة المجالات إذن ساهم موقع المملكة العمونية على خط القوافل التجارية بين مصر وشام في تطوير التجارة لديها خاصة مع الحضارة المصرية الفرعونية والحضارة الفينيقية والكنعانية والبابلية من السلعي كانوا يتاجرون بها لهي المنسوجات والمنتجات الزراعية والحيوانية آخر إشي الذي ديانتهم عبد العمونيون عددا من الآلهة منها عشتار ومالوك له إله الخصب هاي الثلاث آلهة كانت منتشرة عبادتها عند العمونيين مارسوا عدات مختلفة كانوا يقوموا بالدفن في الكهوف كانوا يضعوا مع الأموات مرفقاتهم من الأموال المجوهرات الأسلحة هاي كانت مرفقات جنائزية توضع مع الميت لاعتقادهم بأن بعد الموت هناك حياة أخرى إذن ما هي المرفقات الجنائزية هي كل ما يوضع مع الميت من المجوهرات وأسلحة وإذن هو كل ما يضعفنا هي كل ما يوضع مع الميت من أغراضه الأسيسية كالمجوهرات والأسلحة لإيمانهم بالحياة بعد الموت هيك يا شباب منكون تعرفنا على الحضارة العمونية منكون هيك تعرفنا على الحضارة العمونية أين وقعت هذه الحضارة؟ كيف نشأت؟ ما هي عاصمتها؟ ما هي مظاهر الحياة فيها من ناحية الزراعة من ناحية الزراعة والصناعة والتجارة والديانة؟ اتعرفنا على أهم الآثار التي تركت خلفهم أو التي دلت عليهم تعرفنا على أهم نقش عندهم اللي هي قرور التلسيران وما هم الملوك التي تحدثت عنهم هذه القرورة هيك يا شباب أنهينا درسنا بتمنى أنكم تحلوا الأسئلة الأسئلة واجب معكم أي شيء يصعب عليكم تسألونا وإن شاء الله نقدم لكم كل شيء في خير ويعطيكم ألف عافية اشتركوا في القناة